أكبر أسرار اليمن بئر وجدت قبل التاريخ الكل يخشى أسطيرها ولا يعلم سرها توصف أنها الأبغض على سطح الأرض ويقال أنها حفرت لتكون سجنا أبديا لا ليس للإنس بل للجن قاعها تقع في ظلام دامس ولا يمكن رؤيتها إلا في حالة واحدة فقط ومن حاول استكشافها على مدار التاريخ فقد أعضائه أكثر رعبا يقال أنها النقطة الذي سينطلق منها دمار الأرض لغز بئر برهوت في واجي حضر موت عادة ما تعتبر الأبار المائية نعمة كبيرة بحيث يلتف عندها البشر عند العصور عليها يقدرونها كجورة نفيسة لأنها هي من سيدمن لهم الاستمرارية في الحياة ولكن هذا لا ينطبق مع البئر الذي سنتحدث عنها في حلقة اليوم هذه البئر ليست مصدرا للحياة بل للموت وليست مصدرا للنعمة بل للأساطير المرعبة ويقال أنها سجن صحيق للجن بئر برهوت في اليمن إليكم الكسة الكاملة بئر برهوت حفرة حيارة العالم والعلماء بشكل كبير بصدا كمان أن لما تسمع أي سيرة بتتكلم عن بئر برهوت بيتقال عنها اللي هي ملهاش قاع وبيتقال عنها أن دي اللي هيخرج منها المعذبون يوم الكيامة تقع بئر برهوت في واجي حضر موت في اليمن في منطقة في محافظة المهر وبيوصل اتساع حفة البير لمية متر والعلماء قدروا عمقها بأكتر من 250 متر طبعا ده تأجيل للعلماء وغير مؤكد لأنك ما تقدرش تشوف قاع البير إلا في حالة واحدة لما تتعمد إشاعة الشمس فوق البير مباشرة وبيتقال أن اللي بيسكن البير ده الأفاعي والحمام الأبيض وبحسب كلام السكان أن في قاع البير ده فيه مناطق وقراضي زراعية وممكن أن أنت تسمع صوت تدفق المياه أما عن سبب تسمية البئر بئر برهوت فده ليه علاقة بالكستين اللي بيرويهم سكان المنطقة الكسة الأولى اللي بيقولها سكان المنطقة أن البير دي حفارها ملوك الجن عشان تكون سجن أي حد بيخالف أوامرهم بيأكد السكان كلامهم بالبخار والدخان اللي بيخرج من قلب البير كسة تانية بتقول أن واحد من ملوك الدولة الحميارية ودي دولة اليمن زمان استعام بأحد ملوك الجن عشان يحفر البير دي ويخب فيها كنوز ولما مات الملك ده استوطن أتباعه من الجن البير طبعا الكستين دول اعتبرهم البعض قريبين من الخرافة أكتر من الحقيقة أما كلمة برهوت فابتعني باللغة الحميارية الأديمة أرض الجن وطبعا البير ده ليه أسامي تانية وأبرزها بقر قعر جهنم أو البقر السوداء في بعض الأقويل تقول أن البير دي ما تحفرتش حديث وإنما بيعود تاريخ حفرها لما قبل التاريخ ولكن ما فيش أي روايات بتأكد الكلام ده طبعا في روايات وأقويل كتير بتتقال حوالين بقر برهوت ولكن رواية واحدة هي اللي عن أعرضها في سياق الحلقة طبعا في روايات وأقويل كتير بتدور حوالين البقر ده من ضمنهم مثلا بيتقال أن فيه امرأة بترعى الأغنام قريب من البير وكان معاها ابنها الرديع ووضعته قريب من البير ولما غفلت عنه ورجعتله لقت ابنها الرديع اختفى فجأة وفي رواية تانية بتقول أن مية البير تعمها حلوة زي السكر وكتير بيستمع صوت أنين خارج من البير وفي أدخنة سمة بتخرج من البير ما الرواية الثالثة ودي اللي غريبة جدا تقول أن السكان الأدام أصدوا البير عشان يستخرجوا المية منها فربطوا واحد منهم ونزلوا للبير أول ما الراجل بدأ ينزل للبير بدأ يصرق بصوت عالي وما بيقولش غير كلمة واحدة خرجوني خرجوني ولما جوم يسحبوا الحبل لقوش غير نصه اللي فوق رواية بتشبع أفلام الرعب ولكن حصلت فعلا الله أعلم وخليني أقولك أن الأبحاث العلمية اللي تعاملت عن البير ده قليلة جدا وده بسبب أن النصوص الدينية ذكرت أن منطقة البير دي هي أبغض منطقة على وجه الأرض خليني أقولك أبرز الروايات الدينية دي ونبدأ مع الدين الإسلامي زي ما جاء في الحديث الشريف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه خير ماء على وجه الأرض ماء زمزب فيه طعام الطعم وشفاء السكم وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهود بكبة بحضر موت كرجل الجراد تصبح وتتدفك وتمسي لا بلالة فيها وأحاديث تانية بتقول أن فيها أرواح الكافرين والمنافكين إنها بير عادية وأديمة وأشارت كمان أن أبغض البقاع عند الله سبحانه وتعالى بقر برهود بحضر موت فيه هبير ميته لونها اسود بتهوي إليه أرواح الكفار فيه ناس كتير بتربط دمار العالم ببقر برهود وده استنادا للحديث الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه لتكسدنكم اليوم نار هي اليوم خامدة في واد يقال له برهود يخشى الناس فيه عذاب أليم تأكل الأنفس والأموال تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام تطير طير الريح والسحاب حرها بالليل أشد من حرها بالنهار ولها بين الأرض والسماء كدوي الرعد القاصف هي من رؤوس الخلائق أدنى من العرش طبعا تعددت التفاسير والقراء للحديث ده فيه اللي شاف ان هي تحققت فعلا فحروب ودمار حصلوا على الأرض ومن العلماء اللي قال ان الحديث ده لسه متحققش وطبعا من الحديث دي أخد العالم خلفية عن بقر برهود وده اللي سبب قلة الأبحاث عن البير ده مع العلم ان بعض المحاولات والاستكشاف أكد كلام السكان ففيه محاولات حصلت من شركة خط السحراء طبط واحد من الموظفين وحطوا معاه كاميرا فيديو عشان يصوروا البير وبدأوا ان هم ينزلوا بالحبل ولما نزل في عمك 100 متر بدأ ان هو يصرخ بصوت عالي ويقول لهم خرجوني لما سحبوه بسرعة وسألوه ايه اللي حصل قال لهم حسيت ان البير بدأ ان هو ينطبق عليه ولما جومي راجعوا كاميرا الفيديو صدموا لما لاقوا ان كل اللي الكاميرا مصوراها وظلام دامس مع العلم ان هم نزلوا الموظف ده فعز مكانة الشمس متعمدة على البير بعد كل اللي ذكرناه في الحلقة دي تفضل بقر برهود من أكتر الأماكن الغمضة في العالم وده اللي جذب السياح من شطة بقاع الأرض عشان يزوروا بقر برهود في النهاية عايز اعرف رأيكم ايه سر بقر برهود وايه حقيقة الكلام اللي بيتقال هل هي فعلا بيسكنها الجن ولا هي المكان اللي بيتحط فيه أرواح الأشرار وهل اللي بيتقال عنها انها بيخرج منها دخان سام وروايح كريهة وبيتسمع منها أصوات أنين هل كل الكلام ده حقيقة ولا مجرد كسس خيالية من وحي خيال السكان ما تنساش في النهاية تعرفني رأيك في التعليقات أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم ربنا يا ربي ينفعنا باللي إحنا بنسمعه وينفعنا باللي إحنا بنعرفه أشكر كل إخواتي والناس المحترمين جدا اللي عندي اللي بتقولي كلام طيب وأي حد بيعمل لايك عشان يساعد في انتشار الحلقة دي دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته